بشرفنا بهيد الفقرة نستضيف دكتور لبيب غلمية الأخ الصائب الجراحة النسائية ورح يعرفنا بشكل مختصر وبسيط عن أهم الأشياء اللي لازم نعرفها من مرحلة التخطيط للحمل وحتى مرحلة ما بعد الولادة دكتور لبيب أهلا وسهلا فيك بالبرنامج قبل ما نبدأ بأسئلتنا يريد شوي لو بتعرفنا عن حالك اسمي دكتور لبيب غلمية أنا أسوشيت بروفسور بالجامعة الأمريكية وكمان رئيس قسم الطفل والجنين والحمل المستعصي يعني المشاكل بالحمل رجعت على لبنان بال2008 عملت الترينيج طبعا بأمريكا ورجعت بال2008 وبعدنا هنا أهلا وسهلا فيك دكتور خبرنا شوي عن أعراض وبوادر الحمل مثل الغثيان، التعب، الضوخة وأيضا إنحباس الماء بالجسم وأكيد بالتالي كيفية الاهتمام فيها مثل ما بتعرفه أكيد ما رأتي فيه أنت هدول العوارد هؤل العوارد يتير طبيعية البراجنسي أما الحمل هي حالة استثنائية عند السيدة يعني بيتغير جسمها كتير هؤلاء التغيرات فيه منهم تغيرات فيزيولوجية يعني الجسم بيغيرهم كرمي ليتحضر للولادة ولما بعد الولادة فمثل ما بتلاحظي أكيد الصدري بيكبر البطن بيتغير، شكل الحوض بيتغير عند السيدة بيتغير أشياء تتغير خلال الحمل أيضا فيزيولوجيكلي لأنه الجسم بيغيره وحتى كمان لأنه الرحمة بيكبر سو بيكبس على بعض الأعضاء بيغير شوي بالشكل طبع السيدة بالشكل جسمها هلأ فيه عوارد مثل التعان الغذيين، الاستفراغ الحبس الماية دولي كلهم عوارد طبيعية بتمرق فيهم السيدة في منهم بمرقوا فيهم بكمية أكتر من غيرهم وفيه أشخاص حتى ما بيحسوا فيهم يعني بيشوف في السيدات بيقطعوا الحمل ما بيحسوا العيين ما بيصير عندهم السفر أو فيه ناس كل الحمل بيصير عندهم هيدول المشاكل صح وأنا بعرف صاري من حالي أنه الغذيين مثلا كان بأول تلت بس بيتاني تلت من الحمل بيختفي فجأة هل كل النساء نفس الحالي؟ الأكتر نساء بيصير عندهم شوية غذيين ونازية وفي منهم هيدا بس في منهم بعض ما بيصير عندهم شي بس الأكتر يبيحسوا شوية لأنه بتاع في أول ما بيبلش يتكون الجنين بالجسم بيبلش يعلى هورمون البتا إي سي جي وهو هورمون الحمل وطبعا البروجستيرون يعني بعض الهورمونية اللي بتاعلى بالجسم بتعمل هيدول العوارض يعني بيصير في حرقة لما بدهم يأكلوا لأنه المعدة ما بتفضي مظبوط الرحم عم بيكبس على المعدة سو بتحسي هيدا العيين كمان ففي عدة تغيرات إذا بتاخد كل عضو بالجسم فيه تغيرات من الرواية بيتغير شكلهم بيتغير كيف حتى بيشتغلوا القلب كمان بيتغير بيتزهير ضخ أكيد دم أكتر الكلاوي بيصير يعني فلتريشن للدم أكتر كل شي بيتغير بالجسم بخير هاي المرحلة أكيد تحضيرا للولادة ولا تقدر السيدة تتحمل هيدا السترس لأنه بالنهاية البراجنسي هي سترس كتير قوي على الجسم يعني عم بيضخ دم لشخصين عم جار بيتغزي البيبي وتغزي نفسك كتير سباشال البراجنسي وكتير بتحط سترس على الجسم السيدة فمنشان يكي بيصير في هول التغيرات بس هول أكترهم طبيعي أكيد ما ما نتجاهل كل العوارد في بعض العوارد يمكن تكون سيريس يكون فيها مشكلة فمش مغلط واحدة تسأل الطبيب طبعا هيدول العوارد خاصة أول حمل يعني واحد ما بيكون عارف قد ما يقرأ قد ما يقرأ واحد في غير لما يحسن فمش غلط واحد يسأل الطبيب أو ما يسأل حدا مختص بعرف من حالي يعني أول ما يصير شي خاصة دي أول طفل ضغري بدي استشير الطبيب بأي حالي هل هالشي طبيعي هل هالشي طبيعي بالعكس هيده مش غلط تسأله لازم واحد يسأل من حقه يسأل من حقه ياخد جواب أكيد فيه أجوبة بتشوفيها أونلاين بس واحد ينتبه لأنه فيه معلومات منا كتير مزبوطة بس فيه عوارد أكيد إنه إذا كتير فيه لعيان واستفراغ أوكي طبيعي بس يمكن السيد يصير عنده نشاف بالجسم يعني ما تتجاهل هدول إشي إذا صار في عنده نشاف يمكن يصير عنده طلق مبكير يصير عنده التهاب بالبول سوأكيد تلجأ للطبيب تلجأ للمستشفى بركيب حاجة لسوائل سو مش كل شي نتجاهلون إيه لأنه حامل اشتركوا في القناة